توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو بمناسبة عيد الاستقلال أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت مساء الاثنين شابا يشتبه بأنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو الشمال على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضا بمناسبة عيد الاستقلال في هجوم أوقع ستة قتلى وستة وعشرين جريح على الأقل ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن المشتبه به روبرت أي كريم الثالث الملقب ببوبي يبلغ من العمر 22 عاما أوقف بدون حوادث بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة وكانت الشرطة نشرت صورة للمشتبه به بدى فيها شابا ذا وجه النحيل تغطي الوشوم رقبته وقد عرفت عنه بأنه يتحدر من المنطقة